السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم على الحبيب المصطفى مرحبا بالجميع على قناة بيتي في كندا اليوم بإذن الله جبت لكم فيديو جديد بوصفات مختلفة جديدة نتمنى إن شاء الله تنال إعجاب ديالكم ضمن وصفات الأسبوع اللي تمد من عليها فنحضر الوصفات ديالي كاملين نهاية الأسبوع السبتة للحد وكانت هنا الأسبوع كامل فكما غتشوفوا معي إن شاء الله خمسة ديال الوصفات نبدو بإذن الله بسم الله على بركة الله بالنسبة الوصفة الأولى اللي غدي نبدو بها فعفوا قبل ما نبدو قبل ما نتطرق معكم التفاصيل دائما نجبد الحام اللي كان عندي في كونجيلاتور أو للخضراء أو لك نوجد دائما لائحة ديالي شنو غادي نحتاج وكان نوجد كان خرج اللي عندي في الدار ومطابعة الحال اللي خصني غادي نشريه هادي هنا الكينوة أني غسلتها وصفيتها وغادي ندير عليها الماء غليان وغادي نرضها تغلي الكينوة هي بحل واحد هي حبوب من سيدة سغيال كطيب بحل الروز يعني إلا درتي كوب ديال الروز اللي درتي كوب عفوا ديال كينوة هادي ريجوج ديال الماء غليان بالنسبة الوصفة اللولة هادي اللي غادي تشوفوا معايا هنا هي البطاطا نقيتها وغسلتها وقطعتها كما شفتوا عفوا ما قد ذلك واحد ثلاثة ولا أربعة ديال البصلات وهذا الدجاج صدورة ديال الدجاج درت ليهم هاد التتبيل اللي كتبع جاهزة ديال كلوب هاوس هي يعني خاصة بالدجاج هنديرها فوق الدجاج هاكا مباشرة الدجاج من طبع الحال مغسول ومنقي ومنقوع في الماء والملحة والخل وصافي هادي الوصفة الأولى هي واجدة معنا الدجاج غادي يبقى في هاديك التتبيلة في هاديك الخاليط ديال التوابل والبطاطا والبصلة مواجدين منقيين وواجدين في الماء هنا درت البطاطا كما كتشوفوا كمياخورة ديال البطاطا هاديك ماشي نفسها غادي نستعملها بوري درتها تغلي البطاطا كندللها المبارد بالمناسبة دائما كندللها المبارد باش تاخد وقتها وكيغلي الماء كيغلي مع البطاطا وفي القدر اللي اليمين درت فيه لازاني غادي ندير العلبة كاملة ديال لازاني تقريبا فيها واحد تسعمائة جرام غادي غادي شوفوا كيفاش غادي نديرها في القدر باش نخليها غي كي حلكة دبال شوية بهذا البخار ديال الماء وغادي نقدر ندخلها بسهولة كيما غادي شوفوا معايا بحالة نطويها وكندخلها باش ما تحتش مني ما كتير والقدر يكفيني فغادي نخليها تاخد وقتها وطبيعة الحال كنديرو الملحة مع الماء في هذيك اللازاني وهنا يا وصفة أخرى هنا غادي نديرو هنا رغا نخرب قكم واحد شوية إنه هذي ندير بحالة غنبدأ مجموعة ديال الوصفات في نفس الوقت ولكن غير تبعوا معايا راه الأمر بسيط ما كيستهل شعني شي تركيز كبير هنا القرعة بعد ما كيما شفتوا معايا غير التراسيت رسمت الشكل اللي بغيت بسكين وكن ناخد المعلقة كندير مراع الليمن مراع الليسر كندخلها وباش نخوي الجوف ديال ه وغادي نستعملها في الوصفة غادي يعني نقراتينيها وغادي نعمرها نعمرها عد ونقراتينيها هنا يا بعد ما طبط ليا اللازاني غادي نحيدها هنا يا فوح الطاوة وغادي نخليها تبرد باش مني نمشي نشكلها ما تعدبنيش غي هو تأكدوا أنكم تصرحوها بهذه الطريقة وما كرحتوش تديرو حتى شوية ديال زيت في الماء من اللي تكونوا كتطيبوها باش تسهل عليكم المأمورية باش عني ما تلصقش ليكم مع بعضها هنا يا دائما البطاطا كان هرشها في القدر اللي تسلقعت فيه وفوق النار كان ندير النار مهيلة وكان بقى نهرشها بشوية بشوية حتى تولي لنا ليس كتولي بواحد يعني الشكل اللي كتفضله كالي كيبغيها تبقى شوية واقفة باقي فيها الطريفة وكالي تبغيها يعني تكون ملسة هنا يا هذي الكينوة بعد ما الطاب تلية غادي نصفيتها وخليتها يعني تنشف عفوا تبرد في واحد الصحم وهنا غادي ناخذ واحد المجموعة ديال الخضار اللي غادي نطحنها اللي غادي نستعملها في الصلصة ديال اللازاني بالنسبة للقرعة استعملت حتى يعني هذي الشي اللي حيت بالمعلقة استعملته حتى هو في الصلصة ديال اللازاني وطحنته في هذي الخضار إلا ما كنتوش غادي رو لازاني في نفس النهار أو يعني غير الوصفة ديال القرعة مع مرة. غادي تاخدو هادا كلوب ديال القرعة وغادي تديروه في الحشوة. اللي هي هادي هنا هي كان وجد. فقدرت البصلة شلطها ودرتها تقلات مع شوية ديال التومة. وغنزيد هنا يا التوابل. التوابل اعتياد ديال الكفتة. البزار. التحميرة. كينجبير. الخرقوم. الكامون. والقصبر. يا بس مطحون. فغادي نفرتتها واحد شوية في هاديك العطرية مع البصلة ونخلط المكونات حتى توجد ليها. وغادي نزيد واحد المعلقة ديال الزعتر اولا لغيقون. وغادي تكون هادي هي يعني الكفتة اولا الحشوة اللي نعمر بها القرعة. كتجي لدي دا هاد القرعة البنات كتجيها الى وكتوتى بزاف مع آآ الكفتة. القرعة كتوتى بزاف مع الكفتة. هنا يا هاديك واحد الكيمياء ديال مطيشة كانت عندي. كنت طحنتها مطيشة طرية. طحنتها وغادي نستعملها يعني في واحد تقريبا في جميع الوصفات. هنقدرت واحد الكيمياء تقريبا واحد جوج مطيشات محكوكين. في القيدر اللي علاجهم بغادي ندير العدس. فقدرت القصبر يعبس. آآ شوية ديال البزار وشوية ديال التحميرة. آآ يمكن لكم زيدوا حتى شوية ديال سكين جبير. انا هاد الشي اللي اللي درت. وغادي نحركها ونخليها يعني آآ تشرمل. نخليها يعني تقلل بصلا تقلل في عديك العطرية. بالنسبة المهم العدس نعود التوابل الكامون آآ 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 التحميرة والقصبر يابس مع شوية ديال البزار. فقليتهم في البصلة وزت ليهم آآ في البصلة وتمام طبيعة الحال قليتهم زيان وزت ليهم واحد شوية ديال مطيشات تقريبا نفس الشي واحد جوج مطيشات محكوكين. البصلة هنا كما شفتوا معايا قليتها بوحدها في في القدر اللي اليمين مع التوم التوم مهروش قريبا واحدة ربعة ولا خمسة ديال الفصوص ديال التوم آآ هنايا غادي ندير آآ آآ العدس العدس دائما لبنات غسلو نقيوه غسلوهم زيان وديروا عليه الماء غليان باش ما يتشتتش ليكم في الطياب وما كان ديرش الملحانة ايا في العدس في اللول. عمري ما كان دير الملحة في القطنية كلها آآ حتى يعني كيدخل ليها الطياب بعد كنزيد الملحة لانه كل مرة كيفاش يخرج لينا آآ يعني القطنية كيفاش كتخرج مرة تكون طيابة مرة لا. آآ القيدر اللي على اليمين كيما شفتوا تقليت لي البصلة مع التوم ماء وزت الخضراء اللي كنت تطحنت في آآ في في الدار اولا شو مرة كتكون عند الخضراء قريبة تتخسر فانطحنوا كل شي ونديروها. اي خضراء درناها في في السلسة ديال اللي بات ركا تجيزوينها. هنيا غادي ندير التحميرة ودرت وراق الغار او لوراق سيدنا موسى. البزار. وآآ سكينجبير. لانتا هي غادي فيها مبعد شوية ديال الكفتة. وآآ التوابل لوريغانو توابل مخلطة ديال آآآ ناش فين آآآ الاعشاب. الاعشاب المنسمة. فغادي نخلط مزيان مع ذيك الخضراء ونخليها آآ تنستم مزيان بهذيك التوابل والاعشاب المنسمة. آآ كيما كتلكم الخضر اي خضر عندكم ديروهم. آآ بالاخص سيلا كان عندكم خيزو. خيزو ركيه الرسلين ديك الحموضات ديال ما طيشا. هادو واحد الشكل اخر من الاعشاب المنسمة حتى هما زيتهم خاصين بسلسة سباكيتي او لسلسة ديال الليبات. والاعدس هنا يا ما غا نستش عليها الكوكوت غا نخليه يعني طيب على خاطره. هنا يا الخضراء كما كتشوفوا معايا نتقلات اليم زيان بدك يدخلها الطياب. وغادي نزيد الكفتة. وحيد الكيميات ديال الكفتة. والكفتة هنا يراها ماشي 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 ضرورية كتشوفها اختيارية. بالنسبة للبات او للازاني. غادي نستعمل هنا يا اه واحد الخاليط هادا كي جيزوين. ارا سبق لي وحضرتو معاكم. كان ديال فرماج الريكوتا. آآ شوية ديال بارميزون. آآ واحد البيضة مع آآ المعدنوس. والبصلة من الاحسن الى كانت البصلة الخضارية. الى ما كانت شماشي اشكال. آآ تقدروا تكتافي وعفوا غير بالمعدنوس. كي ما اكتلكم هنا يوحد الكمية ديال الكفتة زيتها هنا يا. وغادي نخلطها مع الخضراء. آآ من طبيعة الحارة كشتو. آآ سبق لي ودرت التوابل ما غا نحتاش نزيد شي توابل اخرى. آآ الملحة من طبيعة الحارة انا كنت درتها في اللول في البصلة. وغادي نقلي هنا يا المكونات حتى تنضج لي شوية هاديك الكفتة. وغادي نزيد آآ طماطم من بعد. فا هادي التحضيرات يا البنات را هم رائعين كانت هنا والاسبوع كامل. هادي الكفتة اللولة اللي كانت حضرت آآ في اللول ديال الفيديو. هنا يا بردت لي واحد شوية. غادي لها فوق من القرعة. آآ القرعة تقدروا تدخلوها واحد شوية الفران مع شوية ديال آآ الزيت والملح. او لا يعني تستعملوها مباشرة بالاخص إلا كانت طرية را ها دغيا كالطيب ما كاتحتش يعني شي شي وقت كبير. آآ هنا درت كيمية اخرى ديال الطماطم الطرية ازتها على الكفتة والخضرات اللي كانوا تقلو لي هنا يم زيان. و آآ غادي نزيد كذلك آآ مطيشة المصبرة حتى هي آآ دي ماشي معجون طماطم ولكن مطيشة ديال ديال الباد مطيشة ديال آآ بغوية طماط بغوية غير مطيشة مطحونة. وهذه توحت شوية ديال السودانية شوية ديال الحار كين سم لنا اللازاني. فهنا يا غادي ندير غادي نلويها بحال السيجار هذيك اللي غادي ندير فيها الفرماج ملدخل باش ما كتتحلش ليا. آآ كتجي هالطريقة احسن وكيجو طريفات مقدين. فكيما شفتو درت الحشوة لفيتها على بعضها ودرت لها الطماطم من الفوق. هادي هنا يا الصينية الكبيرة غا نديرها بلا آآ فرماج. غا نديرها عادية. لان عندي شي وليدات ما كيبغيوش لي الفرماج الداخل. فكانتطرنا نندير هاد الطريقة. وكين خريلي تيحماقوا على الفرماج الداخل. المهم كنحاولو رضيو جميع الاضواق. والله لازان على فكرة الى بقتلكم آآ كيمياء ما تتهلكاتش تقدو تزوها تزوها في المجمد. ركا تجمد مزيان. وتجبدوها في اي وقت. ودخلوها الفران. كتكتجي بحلة يالله. سيبتيها. فهنا غادي نكمل بهالطريقة. كان نستف يعني شرائح ديال الليبات ديال لازان. وكان فرق بيناتهم بسلسة الطماطم. اللي كما شفتو معها درنها بالخضراء والكفتة. واعيد مرة اخرى الكفتة راها آآ يعني اختياريات قدو تديروها غير بالخضر ركا تجي تهيزوينة. مع الكميات ديال الفرماج اللي غا نديرو من الفوق. فكي يجي يعني آآ طبق رائع هائل. هنا يا غادي ندير البصلة. نقليها شوية ديال الزيت. زيت زيتون طبيعة الحال. غادي نقليها واحد شوية يعني غير بحال اللي كان قولو تشم شوية العافية. وغادي نحيدها. غادي ندير هنا مجموعة ديال الخضر اللي غادي نقليها. وغادي نستعملها في أحد الأطباق اللي غادي نرافقه كذلك بالبطاطا. البطاطا اللي درناها ببوري. هنا يا الشامبينيون تهو غادي نقليه في شوية ديال زيت الزيتون. آآ الشامبينيون عمركم اللي تمشي وتقليوه عمركم ما تديرو فيه الملحة. يقدر توليه الملحة غادي نتلق ليكم الماء. فيلا بغيتو يحتافظ بهذا كلمة ديالو ويجيكم يعني بحال كنقولو آآ مقار مرش واحد في واحد شوية ديال كوستيون كي يجي واقف وشاد راسو ما تديرو ليهش الملحة. الفلفلا كذلك كما شفتو هدو غير قليتهم يعني بسرعة واحد جوج ولا ثلاثة ديال الدقائق. بالنسبة للسلطة اللي غادي نستعمل وهات السلطة راها غادي تقدروا تحتافظوا بيها في تلاجة واحد المدة ديال آآ مقدرش نقول لكم انا قدر احتافظوا بيها أسبوع ولكن تقدروا تحتافظوا بيها حتى يعني تلتيام آآ كتبقى مزيانة. فغادي نعصر هنا واحد الحامضة. وبالنسبة للخضر اللي عندكم البنات. ولكن هاد هاد تشكيلة اللي در تناية غادي تكتجي متواتيه. هندير واحد شوية ديال الملحة. شوية ديال البزار. وزيت الزيتون. يعني الفينيك غايت عادية ما في هاته شي اضافة. بالنسبة للمكونات اللي درت هنا يا الخضر. درت المعد نوس. واحد القطة مزيانة قطعتها. آآ ماطيشة ديك الصغيرة قطعت هاته هي. والبصلة. بصلة الحمرة. واحد شوية ديال الخيار. واحد الخيارات قريبا. والزيتون آآ الاسود. آآ زيتوته هو. فهاد تخليطها بحركة بهات الشكل هادا. كتجيب حل الشكل ديال السلطة اللبنانية هديك آآ تبولة. ولكن هما كيديروها بالبرغل. هنا يستعملت هنا الكينوة. هاد الكنوة راح صحي بازاي. فالبنات رائع بالاخص اللي ولدات. كيكون غني بآآ بليفبغ بالالياف. هتشوفوا هنا يا الشكل ديالو كيفاش كييجي. كيجي تقريبا بحل شكل ديال كسكسو ولا ديال البرغل. آآ ولكن حتى الطعم ديالو واحد كيجي فيو حال طعم زوين. آآ صافيك غادي نزيد الكمية الباقية ديال السلطة. وغادي نخلط كل شي ونقدرون حسافظو بيه كيما كتلكم في تلاجة واحد المدة. هدا العدس هنا يا وجد. آآ الصلاة عمرناها بالكفتة الخضار هادي اللي غادي نرافقوها. مع آآ البطاطا مع الحوتس ان شاء الله. آآ السمك انا ما وجدتوش هنا يا غادي تشوفوه معايا في في تفاصيل ديال الاسبوع. كيفاش يعني انضمت هاد الوجبات على الاسبوع كامل. والاغلبية ديال الوصفات اللي درت معاكم اليوم تقدو تديرو هاليوليدات حتى في في الغداد ديالهم. بحل اللازان بحل هذيك القرعة. آآ يعني آآ لهاد الدجاج تهوات قدو تخلوه من واحد كيمياء وتديروه في صندويتشات. يعني حاولو آآ تواتي وكذلك الوجبات ديالكم للغضاء ديال الوليدات. فهنا يا غادي تشوفوا معايا ان شاء الله غادي نديرو آآ الوجبة ديال يوم الاثنين. آآ الوجبة ديال يوم الاثنين غادي نستعمل فيها الدجاج اللي تبلت الول يعني في اول الفيديو. آآ فهدشي وجيتو انا يا السبت عادة كان موجود الماكلة نهار السبت. و آآ و آآ هنا طيبتو نهار الاثنين. فالبطاطا قطعتها قدرتو حتى شوية ديال الزيت قطعت البطاطا اللي كانت عندي في المال بصلاة كذلك. وغادي ندير الدجاج من الفوق هاد الدجاج كي تكون تشرب هديك التتبيلة. اللي بنات قدوا تديرو اي عطرية عندكم يعني آآ واجدة. وخد ديرو حتى آآ هديك العطرية ديال الحوت اللي كتبع من خلطة تهيارة غادي كوم زوينة. وتقدوا تزيدو معها كذلك شوية ديال التومة والربيع. قصبرو مع تنوس. وطرافقوها بهدي الشكل. ما كنديرش الماني هائيا لان هديك البصلة غادي تطلق المادية لها. وفي الفرار بطبيعة الحال غادي تديرو واحد حرارة متوسطة. حتى ينضج لكم آآ كل شي. والدجاج كاتعرفو الدجاج رماتي ياخدش وقت طويل في الطهي. آآ بالاخص إلا كان آآ إلا كان عندكم في في الكونجيلاتور راه ضغياء كي كي طيب. فغادي تشوفوا معايا حتى بطاطرها كالطيب غير تأكدو انه يعني الغطاء ديال الطاوة ديالكم يكون آآ محكم الإغلاق. ثم هاتشوفوا راه تلق الماء آآ تلق الماء كافي آآ لهديك البصلة وربما حتى الجاشته هو كيتلق الماء. هاتشوفوا معايا هذه الوصفة ديال يوم الاثنين. تقدو كذلك آآ ترافقوها بآآ بصالة صالة آآ تخضرة أو لهذه الصلاة اللي كنا نحضرنا آآ من قبل نقبل في الفيديو قدوا ترافقوا بي ها الطبق ديال اليوم من بحض غنشوفوا يوم الثلاثاء اللي غادي يكون على آآ شكل آآ خليكم تكتشفوا اهههههة غنضير واحد الكيميا ادي الشعرية في زيت زيت نباتية اولا زيت الزيتون وغادي نقل لها غادي نحمرها اه وغادي نضيف لها اه الروز غي نتأكدو انها تحمرات واحد شوية هدا اه كيتما الروز الشامي او للروز اللبناني اه غايتحمر ليا الشعرية كما كتشوفو غي نقصو العافية ونبقى وحدها نحركوها بشوية الروز رضغية كي وجد معانا نحاولو ما امكان ندخلو الروز في الوصفة ديالنا لانه اه كي وجد بسرعة وكيتكالدراري عامة كيعجبهم الروز فهدا الروز العام الشي العادي ما عارف شنو كيتسمى في المغرب المهم هدا تيكون صفر شوية قدرت شوية ديال القرنفل وشوية ديال الهل وغا ندير الملح الهل والقرنفل راح تيبقى اختياري تقدو تديروه غيب الملح والزيس راح كيجي لديد يعني ما كيجيش ما كيجيش طعم ديالو بخونونسي بزيف وكيترافق لنا مع مع اي حاجة بغينا الكفتال الحوت الدجاج كيجي مزيان هنا غادي ندير ربعة ديال الاكواب ديال الماء لانا استعملت جوج الاكواب ديال الروز اه لا واقعي لقدرت ثلاثة ثلاثة الاكواب ديال الروز واستعملت لها ستا ديال الماء غليان دائما نخليه يتغلى ليا العناصر نصد الطنجرة ديالي وندير نضار مهيلة على الحد هنا غا تشوفوا معايا كيبقاش الماء اولا كيبقى واحد كمية قليلة ولكن الروز كيكون طاب معانا اولا يعني على وشك انه يطيب غادي نسدو عليه نطفيو النار ونخليوه بلاس وما نحركوش نخليوه واحد لعشرات دقايق ونرجعو له كيكون تشرب هداك الماء اللي كان باقيه وكيتشرب هديك البخار اللي كيكون يعني باقي فيه وغادي نرافقو مع القرعة اللي عمرناها بالكفتة كتجي وصفة هائلة يا البنات مع ممكن لكم تديروها كذلك مع الصلطة اللي وجدنا من قبل هديك صالة تركتكن يعني بحالي كان قلو باس باختو تقدي ترافقها مع اي حاجة فغادي تشوفوا معي هنا يا الشكل اللي من الداخل كيفاش كتجي ننصحكم انا يا القرعة من اللي تمشوا وتعمروها على حساب واشغا تبغيوها طيبة بزاف ولا تبقى شاد درسها ننصحكم انكم يعني ما تطيبوهاش قبل ما تعمروها يعني طيبوها في مرة واحدة ديرو لها الكفتة ودخلوها لفران مرة واحدة وصفة الموالية وصفة يوم الاربعاء غادي نديرو هنا يا السمك بإذن الله اللي غادي نرافقو بهديك البطاطة المهروشة مع الخضر اللي قلنا من قبل الخضراء الصوتي بالنسبة للسمك غادي نستعمل واحد سمك كيتباع جاهز كيكون باني كيكون على هادي الشكل هدا كنديرو في القلاية الهوائية غادي نوريكم هنا يا العلبة ديالو كيتباع هكا بهذا الشكل هدا بالنسبة للبنات اللي ما متواجدش عليهم هاد المنتوجات بهذا الشكل هدا يمكن لكم تديرو اي سمك عندكم مقلي او في الفران غادي نحاولو ندخلو يعني السمك نحاول ما امكان ندخل على الاقل وصفة واحدة ديال السمك في الأسبوع غادي نقدون نرافقوها كذلك بسلصة لصوص تخطاغ لتهيك التوتاء مع السمك بزاف فكيجيو اطباق بحال هكا يعني متكاملة متوازنة عندنا الفيكولون البطاطة الخضراء ونهار الخميس كنت درت لها ديك العديسة كلينا العديسة وليوم الجمعة غادي نديرو لازاني لازاني غادي تشوفوا معايا هنا الطريقة نمليتيو تقطعو لازاني ما تقطعوهاش بالطول تقطعوها غير بالعرض باش كيبقاولينا هادوك بحال الشكل ديال فريفرات في الجناب تيجو زوينين في المنظر فيل قطعناها بالطول غادي نقيسو او لنقطعو هادوك التشنيفات اللي كيجو في الجناب فباش ما نخسرش منظر ديالها نحت العين كتاكل فكيجي هادا الشكل ديالها من الداخل كتجي رائعة كتجي هائلة لابنات هادا من الاطباق المميزة واللي كتعجب الوليدات بزاف غادي نشوف معاكم حتى القطعة الاخرى اللي قدرناها بالفرماج تا هي كتجي هائلة وعيد مرة اخرى بالنسبة للسلسة ديال الطماطم اي سلسة تعملتي الى قدرتي تدخلي لها الخضر وبالاخص الجزر والجزر مليتي يكون محدة النوعية يكون شوية حلو فكيهرس لنا هديك الحموضة ديال المطيشة وكيعطيها واحد لدة رائعة وخا ما تديريش لها للحم خا ما تديري لهاش للحم ولا الكفتة ولا اي حاجة فكتجي لدي داب هديك الخضرة نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون الاعجاب ديالكم ويكون في مستوى تطلعاتكم وما تنسونيش دائما بلايك تشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء واللي باقى ما اشتركتش في القناة مرحبا بالاشتراك ديالها ونخليكم مع باقي الفيديو شكرا جزيلا لكم على الدعم ديالكم شكرا على التشجيع ديالكم وعلى التعليقات زوينين لك تخليوا لي الله يجزيكم بخير استودعكم الله وإلى فرصة مقبلة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة